تضغط ألمانيا على أعضاء مجموعة السبع من أجل تمويل مشاريع الوقود الأخفوري مما قد يعد التراجع عن الالتزاماتها المناخية يرى الأوروبيون في زيادة إنتاج الفحم مخرجاً مؤقتاً لأزمة الطاقة مقابل عدم التراجع عن تركيع روسيا ومعاقبتها بسبب الغزو خيار قد يتجه إليه الأوروبيون مرغمين مع ضيق خياراتهم السياسية وغياب الحوار مع الحديث عن صراع طويل بأثار اقتصادية طويلة الأمد أهلاً بكم إلى برنامج الرابط فرض الغزو الروسي لأوكرانيا أصعب التحديات أمام الزعماء مجموعة السبع وبات التخلي عن المبادئ المناخية في سبيل تحجيم روسيا هو الخيار الذي سيتجه إليه المجتمعون في ألمانيا بهدف تعويض نقص الطاقة بناء على ذلك نتساءل كيف ستقود أزمة الطاقة الأهداف المناخية عالمياً وتحد من تحقيقها وهل من حلول سياسية قد تساعد الغرب على تخفيف تداعية الحرب ألمانيا تحتضن قمة مجموعة السبع وأزمة الطاقة على طاولة قادة الدول المشاركة وفيما اقترحت برلين التراجع عن الاهداف المناخية في الوقت الراهن أصوات أوروبية أخرى تعارضه لتعكس مرة أخرى مستوى الخلاف في البيت الأوروبي مروج على مدى البصر وغبات عند صفوح الألب وقصر بني على علو يتجاوز ألف متر قد يبدو مكاناً مناسباً لعطلة بعيدة عن المدن ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة لكن قصر إلما والألماني يستقبل قادة مجموعة السبع وملفات نقاش تسير عكس أهداف المجموعة السابقة فالحفاظ على المناخ لم يعد أولوية وتمويل مشاريع الوقود الأحفوري أصبح مقترحاً وارداً نحن على السعدات تام لمواجهة التحديات المرتبطة باستيراد المواد الأحفورية من روسيا ولهذا لم نفرض عقوبات في مرحلة مبكرة جداً فيما يتعلق بالفحم والنفط فحسب بل قمنا أيضاً بجميع الأنشطة لتطوير بنيتنا التحتية بطريقة تمكننا من استيراد الغاز من دول أخرى الدعوة الألمانية سبقها رفع برلين حالة التأهب لمستوى الإنذار لأن الغاز أصبح سلعة نادرة باعتراف وزارة الاقتصاد في البلاد والحلول تتجه لإعادة تشغيل مناجم الفحم وتأجيل الاستغناء عن الطاقة النووية وبدرجات متفاوتة تستشعر الدول الأوروبية تدعيات حظر واردات الطاقة الروسية ما يجعل المواقف متباينة تجاه المقترح الألمانية إيطاليا تتحفظ أما بريطانيا فتعارض رغم إقرار بوريس جونسون بأن مواصلة الغزب الروسي لأوكرانيا سيخلف أزمة اقتصادية طويلة الأمد وفيما عدى الحل الألماني مجموعة السبع ترافيش وكاء روسيا بأوبك بلس بما فيها السعودية منفذا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة تتوالى المقترحات لأزمة كان محركها الغزب الروسي لأوكرانيا وتعمقت بفعل آلية العقوبات لتصل اليوم لطموحات القرى في التخلص من الكربون قبل البدء في نقاش الليلة نذكركم كالعدب بسؤالي الرابط كيف ستقود أزمة الطاقة لأهداف المناخية عالميا وتحدى من تحقيقها وهل من حلول سياسية قد تساعد الغرب على تخفيف تداعيات الحرب لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا معنا عبر الأقمار الصناعية من برلين السيد أندرياس رينيك الدبلوماسي الألماني السابق ومدير معادي دراسات الشرق في برلين من موسكو نرحب كذلك عبر الأقمار الصناعية بالسيد سانيزلاف متراكوفيتش الخبير والاقصادي في صندوق القومي لأمن الطاقة الروسي ومن لندن يشارك معنا عبر تطبيق زوم السيد كليزمن موراتي الخبير الاقصادي ومدير مؤسسة باريتو للأبحاث الاقصادية أبدأ مع ضيفنا من ألمانيا مكاني انعقادي قمة مجموعة السابق سيد رينيك هل يمكن أن يضحي قادة مجموعة السابق بالخيارات البيئية والخيار المناخي ولو مؤقتا ويقرون العودة إلى الفحم الحجري والطاقة النووية أمام صعوب التركي عروسيا في حرب الطاقة كما باتت تسمى لا أعتقد أنهم سيضحون بها ولا مؤقتا حتى بل علينا أن نفرق بين أمرين الأول هو السيناريو طويل الأمن هنا نتحدث عن الغاز مشكلة الغاز على الأقل في ألمانيا جعلتنا نقطنع بأننا نحتاج إلى المزيد من الطاقات المتجددة حتى نتخطى هذه المرحلة أما بالنسبة لسيناريو المدى القصير فهناك مشكلة وخيمة والنقاشات الجارية في قصر ألمان ستدور حول حل الوضع ولو بشكل مؤقت أو تحسينه أنا لا أعتقد أبدا أننا سنضع الأهداف البيئية وتغير المناخ جنبا بل سيتوجب علينا أن نحسن الوضع الحالي على الأقل على مدى الـ 24 شهرا القادمة ولكن النقاش طبعا بشأن الفحم ليس جيدا فهو يضر بالمناخ أكثر وأكثر وبالتالي محطات الطاقة ما زالت عاملة وستظل عاملة حتى نهاية 2022 جيد سيد مورا تيلان في لندن لندن ترفض هذا الخيار في ذل الحرب البدائل وصعوبتها ربما لماذا ترفض مبررات لندن في العدول عن هذا الخيار خيار العودة للفحم وحتى الطاقة النووية لتجاوز عثارات اندادات الطاقة الروسية بسبب العقوبات الغزو الروسي على أوكرانيا قد تسبب بعدة مشكلات مختلفة للدول الأوروبية ولا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي فقط أما بالنسبة لقرار العودة إلى الفحم هو في رأيه وكأننا نعود في الزمن إلى الوراء ماذا عن ما نقشناه في مؤتمر قب 26 أو مؤتمر الأطراف السادس والعشرين وبالتالي فما علينا القيام به هو التركيز على الطاقة المتجددة بدلا من أن نعود إلى الوراء فالمملكة المتحدة رائدة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة نرى أيضا التضخم العالي جدا في المملكة المتحدة وهو الأعلى تقريبا بين الدول الأوروبية والميزانيات العمومية لا تشبه أي شيء رأيته في حياتي كل ذلك مجتمعا سيؤدي إلى مشكلات وبدلا من أن نعود إلى الوراء ونخسر ثقة أفراد شعبنا علينا أن نحل المشكلة جذرين نعم سيد متراخوفيش في موسكو الآن كيف تنظر روسيا إلى هذه الخطوة التي يعتبرها الكثيرون عودا إلى الوراء هل هي ورقة انتصار روسي وإقرار به في ظل ربما تعثر التفاوض برفع العقوبات هل تدرك روسيا جيدا أنها تمسك أوروبا وكل المصنعين والقوى الكبرى من الخاسرة المؤلمة ويخاصرة الطاقة هنا مساء الخير أعتقد أنه من وجهة نظر روسيا يجب أن ندرس تسلسل السياسة الطاقة في تلك البلدان أي بلدان أوروبا أو هذه البلدان التي قررت أن تتخلى عن المصادر التقليدية لتوليد الطاقة والتصريحات التي تتعارض مع مصالحهم على مدار الأشهر الماضية واليوم تدرك هذه البلدان الغربية بدت تشعر بالأزمة خانقة ولذلك أخذت تدعو الدول العربية والبلدان المصدرة للنفط في إطار منظمة أوبيك لمضاعفة إنتاجها من النفط والغاز وهذه الأزمة لم تبدأ قبل سنة أو مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإنما بدت أزمة الطاقة قبل عامين وأنا أعلم لماذا البريطانيا لا تريد العودة للفحم الحجري لأن ألمانيا أغلط كل مناجم الفحم الحجري أما بريطانيا فقد قامت بتفجير كل مناجم الفحم على أراضيها وكذلك المحطات لاستخراج تلك الفحم الحجري بحيث لا يمكن العودة إلى الوراء أما في ألمانيا فقامت بغلاقها فقط وبالتالي يمكن لألمانيا العودة لإنتاج الفحم الحجري واستخدامه بالنسبة لروسيا فإن روسيا مصدر ضخم لموارد الطاقة الغاز والنفط وبالتالي من المفيد جدا لروسيا عودت تلك البلدان لاستخدام الوقود الحفوري من جديد فهذا سيدفع روسيا بتصدير الكثير من الموارد الطاقة الحفورية وبالتالي فإن موقف روسيا موقفا عقلاني أكثر من الذي كان قبل عام هذا له كلفة سياسية أيضا خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا وقد لا تقبل به الدول الكبرى على كل عود للسيد أندرياس رينيك لأسألة في موضوع البدائل هل تعذر إيجاد أي بديل النفط العربي مثلا أو الغاز الجزائري أسفل القارة الأوروبية هل الصعوبات اللوجستية هي السبب لماذا يتم بحث مثل هذا الخيار الذي له منتقدون كتر خاصة في ألمانيا من اتلاف الحزب الحاكم الخضر وعنصار البيئة أيضا دعني أعود إلى ما ذكرته سلفا نحن نتحدث عن فحم على المدى القصير فقط 12 شهرا إلى 24 شهرا كحد أقصى ثمت اتفاق عام بألمانيا سواء من اليسار أو اليمين أن الفحم سوف يختفي من حياتنا بسبب ضرره على البيئة قريبا النقاش الوحيد الدائر الآن هو بشأن الأزمة قصيرة للأمد 24 شهر كحد أقصى أنت على حق ألمانيا تبحث عن موردين بدل مثل قطر مثل مصر وثمت نقاشات أيضا جارية مع الجزائر هذه النقاشات دائرة بالفعل ونحن على وشك البدء بمحطتين عائمتين الطاقة لاستلام الغاز المسال وسوف نكون جاهزين بمحطتين لاستقبال الغاز المسال إضافيتين طبعا خلال العامين القادمين إذن نحن نتحدث عن عامين وعندما تسمعوننا نتحدث عن الفحم رجاء أن تذكروا أنه حل قصير الأجل فقط موقف الحكومة الألمانية لا يتعارض أبدا مع موقف الحكومة بالمملكة المتحدة بل لقد بدأنا بالفعل بخفض استخدام الفحم وبالتالي دعني أسميه الـ DNA السياسي لحكومة ألمانيا وهو خفض الاعتماد على الفحم وهذا أمر لم يتغير المعضلة هي معضلة قصيرة الأمد وحلولها مؤقتة نعم الخيار القصير للأمد سيد كليزمان موراتي هل أنت مقتنع به؟ هل يمكن أن يكون الحل المؤقت الذي يدوم في ظل تعذر إيجاد بدائل سريعة؟ وماذا عن الكلفة كخبير اقتصادي؟ الكلفة المالية والبيئية كذلك لمثل هذا الخيار؟ الكلفة سواء الحقيقية أو الاقتصادية أو البيئية أمراني مختلفا الكلفة الاقتصادية سهل حسابها دلائل وحسابات سهلة وإحصاءات أيضا أما بالنسبة لكلفة البيئية فالمملكة المتحدة لا تريد الدخول في هذا الأمر أبدا انبعاثات كربونية أكثر في الفضاء الجوي مع وجود ضبابية سياسية في أوروبا أساسا والسبب ليس هو فقط أزمة كوفيد-19 بل أيضا الحرب الروسية في أوكرانيا والتي قلبت الأمور رأسا على أعقب الحكومات الآن تقوم بقصارى جهدها من أجل كبح جماح التضخم وهذا يعني على الأقل على المدى القصير التخلي عن أهداف انبعاثات الكربون من أجل حل الأزمة قصيرة الأمد القاضى في الغرب قد ناصر لسنوات طويلة التخلي عن الكربون والتوجه نحو المتجدد من الطاقة ولا يريد أي أحد العودة إلى الوراء ولكن هل تسبب اقتصاد دولة ما بعينه هذا التراجع؟ لا الوضع العام هو الذي تسبب بذلك لم تجبني مع الموضوع هل هو خيار مؤقت أم يمكن أن يدوم ومقابل الكل فهناك المكاسب السياسية هل هناك مكسب سياسي حقيقي للسبع الكبار إذا ما ذهبوا في هذا التوجه خصوصا في ضوء الرغبة في إخضاع روسيا في معركة الطاقة؟ زعمارة حل أوروبي أقروا بالأمس أنهم ماضون في الحرب الطاقة كما سماها البيان هكذا ولن يتراجعوا اتخاذ قرارات طويلة الأمد في مثل هذا الوضع الصعب أمر في غاية الصعوبة وبالتالي الأمور ستستغرقوا وقتا ما يمكننا القيام به الآن هو حلول اقتصادية على مستوى قدري والتوجه إلى بدائل يستدعي التفاوض مع الشركاء سواء الشركاء الإقلميين أو غيرهم وهذا ما على الاتحاد الأوروبي القيام به الآن استخدام الفحم ولو على المدى القصير أمر أؤمن أنا بأنهم يحاولون تفاديه بقدر الإمكان أما على المدى الطويل فهم يتوجهون بالتأكيد نحو مستقبل الطاقة المتجددة بالمناسبة هذا الأثر لم يقع على أوروبا فقط بل على العالم بأكمله وبالتالي فإن العودة إلى الفحم على المدى القصير قرار صعب والمملكة المتحدة تحاول تفادي ذلك حتى تلتزم بقراراتها في كوب 26 نعم حينما نتحدث عن مجموعة السبع الكبار نحن حتما نتحدث عن العالم بأسره وزعمائه الاقتصادي نعود إليك سيد ميت رخوفيتش في موسكو إذا ما مضى قادة الدول السبع الكبار في هذا الخيار ماذا يمكن أن يكون رد فعل موسكو هل هذا سيدعف من موقفها التفاوضي في علاقة برفع العقوبات أم أنها ستمضي إلى البحث عن من يشتري غازها وطاقتها من الهند والصين وتوصد باب التفاوض مع القوى الأوروبية والدولية دائما في علاقة بما يجري في أوكرانيا إذا ما تحدثنا عن توريد الفحم الحجري إلى أسواق العالم فإن روسيا بدت تتوجهه من الغرب إلى الشرق وهناك بلدان ضاعفت من مشترياتها من الفحم الحجري الروسي وهناك أو إذا مقامت بلدان أوروبية بشراء الفحم الحجري من أستراليا أو جنوب أفريقيا فإن تلك البلدان لن تستطيع أن تورد الفحم الحجري إلى بلدان آسيا بالحجم الذي كان عليه الحال في السابق وبالتالي عندما يتحدث الأوروبيون الآن عن أن العودة إلى استخدام الفحم الحجري لتوليد الطاقة هي عودة مؤقتة فهذا أمر مشبوه فأقول لو وضعنا أنفسنا في محل شركة تنتج الفحم وأخبرنا صاحب هذه الشركة أو المناجم بأن الفحم مطلوب فقط لفترة وجيزة فقط وبشكل مؤقت فإن هذه الشركة لن تقوم بتطوير البنية التحتية للمناجم والاستخدام المزيد من الموظفين فالآن هذه الاستثمارات لفترة قصيرة للمدى وستكون أموالا تذهب هباء منطورا لأن الأوروبيين هم من قالوا أن هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا قديمة ولا يجوز لنا العودة إلى الماضي وبالمناسبة أيضا الأمر يتعلق بالغاز كيف يمكن استثمار أموال طائلة في حقول الغاز وخطوط أنبيب الغاز والبنية التحتية لها إذا ما قلنا للشركات أن هذه استثمارات لفترة خصيرة ولن يشتري أحد بعد ثلاث سنوات الغاز وهنا السؤال يطرح لماذا يستثمر الأوروبيون حينها في قطر أو في السعودية أو في الجزائر لموقف أو لحل مؤقت وبالتالي هذا موقف ضعيف لأي متفاوض في المستقبل وهذا سيكون من الصعب على أوروبا أن تدير مفاوضات مع الجهة مصدرة للنفط والغاز نعم على كله انتقادات كثيرة لهذا الخيار خيار الضرورة على ما يبدو إذ وسط تزايد الانبعاثات وبلوغها مستويات عالية دول عدة حول العالم تعهدت بخفض استخدام الفحم الذي يعد من أكبر العوامل المساهمة في تلوث البيئة أكد تقرير هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن تحقيق الهداف المناخية العالمية يتطلب خفض استهلاك الفحم على الصعيد العالمي بنسبة 67% بنهاية العقد الجاري و95% بحلول عام 2050 الصين الرائدة في مجال الطق المتجددات تعهدت العام الماضي بتركيز جهودها داخلياً عن طريق إلغاء خطاطها لإنتاج 163 جيجاوات من طاقة الفحم لصالح الطق المتجدد أما اندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تعهدت بإغلاق جميع محطة توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2055 حيث تسعى لتقليص الانبعاثات في عام 2030 بما يتراوح بين 29 و41% بدورها تسعى اليابان لتقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الفحم وذلك بخفضه إلى 19% بحلول 2030 مقارنة ب32% في 2019 وفي أوروبا تهدف بولندا إلى خفض استخدام الفحم 70% إلى 11% من مزيج مصادرها للطاقة بحلول عام 2040 مع زيادة تكنولوجيات منخفضة الكربون والمتجددة سهلا في النقاش معك سيد أندرياس سورينيك لأسأل عن المسئولية الأخلاقية لهذه الدول وخصن لكبار اللاعبين من هذه الدول تابعنا في التقرير الالتزامات دولية هائلة بتخفيض الاعتماد على الفحم ألا ينصف مثل هذا الخيار هذه الالتزامات وهذه المسئولية الأخلاقية على هذه الدول أم أن عدم الرضوخ لروسيا ممكن مهما كانت ثمن ومقبول مهما كانت ثمن دعني أبدأ بقول أتالي الهدف ليس هو إقاعي الضرر بروسيا بل الهدف هو مساعدة الهدف هو مساعدة الشعب الأوكراني على استعادة حريته بالنسبة هذا بخصوص الحرب ولكن بشكل عام يصعب شرح هذه القرارات لأفراد شعوب الدول التي ستتخذها وصحيح أن هناك تناقض مع ما تم الالتزام والتعهد به من قبل ولذلك أعود مرة أخرى إلى ذكري قصري مدى الاعتماد على هذا الحل النقاش الجاري في ألمانيا الآن هو بخصوص ذلك لا يريد أي أحد تغيير أهداف المدى الطويل ودعني أعود إلى البنى التحتية وأعقب على ذلك صحيح ألمانيا كانت تمتلك الكثير من محطات الفحم والمصانع والمناجب والتي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية ولكن من المتوقع خلال الوقت الراهن أن نواجه بعض المشكلات ولكن هذه المحطات من الممكن أن تعود إلى العمل بكل بساطة وبسهولة هذا بخصوص البنى التحتية نعم هناك نقاش بشأن الطاقة النووية أيضا وسواء كان علينا الإبقاء على محطات طاقة نووية أم لا نعم سيد رينيك في لندن ذكر ضيفنا مبرين أن هذا الخيار صعب تفسيره لجمهور أوروبا والناخبين كيف ترى هذه المسألة أنه الناخب الأوروبي وحتى في دول أخرى لديه في دول أخرى مصنعة أقصد لديه سلطة الاختراع بالتصويت العقابي أو إزاحة هذا الزعيم أو ذلك إذا لم يلتزم بما أعلنه في السابق هل هذا خيار سيء التسويق أو يصعب تسويق أهل جمهور الناخبين برأيك؟ في رأيي القادة السياسيون في أوروبا عليهم أن يبرزوا منافع الطاقة المتجددة وكانت هناك حملة جارية على مدار عقود بالفعل ولقد دخلت هذه الحملة إلى أذهان الناس وبالفعل تم انتصاصها حتى القلب ولكن ما نراه الآن هو مطالب مباشرة ملحة نركز عليها في أوروبا والمملكة المتحدة مصادر الطاقة الآن هي أولوية حيث أن هناك أزمة به شأن كلفة المعيشة في المملكة المتحدة أزمة بمعاشات والتقاعد وهذه الأزمات والمشكلات الحالية والملحة يجب أن يتم التوجه إليها قبل أي شيء والقادة بالمملكة المتحدة يركزون على ذلك يركزون على حل هذه المشكلات الملحة بعد ذلك سيعودون بتركيزهم إلى أهداف المدى الطويل إذن خلاصة قولي أنا لا أعتقد أنهم سيعاقبون القادة في سنوديق الاقتراع لأنهم يعرفون أن الصورة العامة ومزيج الطاقة على المدى الطويل أمر وما يحدث الآن أمر مختلف وعليهم أن يتأكدوا أو عليهم على القادة أن يضمنوا لأفراد الشعب إمكانية العيش وأن يستطيعوا أن يتحملوا كلفة الحياة اليومية وهذا تركيز المملكة المتحدة وكل دولة ستركز على مشكلاتها الملحة نعم أذهب إلى موسكو لي أسأل أيضا ضيفنا من هناك عن المسئولية الأخلاقية لروسيا كلاعب من أكبر مصدرية الطاقة ومن أكبر الملوثين كذلك سيد سانيسلاف ألا تشعر موسكو ربما بأنها تدفع العالم دفعا للارتداد إلى الوراء والعزوف عن بحوث الطاقات المتجددة التي كثر الحديث عنها في الأعوام الأخيرة ما أن هذا يلائم تماما الاحتياط الروسي من الطاقة وتوجهاتها وسياساتها في الطاقة أن الموقف الروسي يتمثل في أن روسيا بالتدريج ستقوم بزيادة حجم صادراتها من الغاز والنفط والوضع الرهن هي مرحلة انتقالية روسيا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي وبالتالي فإن أي مصاعدة في حال خفت حدة صدمات السياسية والمواجهة بين روسيا والغرب فإن روسيا مستعدة لمضاعفة صادراتها من الغاز والذي يعطي أن الطاقة المتجددة لديها مشكلة وهي أنها مرحلية فمثلا الطاقة الشمسية إن لم تكن هناك شمس أو لم يكن هناك رياح كافية فإن المولدات أو البطاريات لا تستطيع توليد ما يفي من الطاقة الكهربائية أما محطة الغاز إذا ما قرناها مع محطة الطاقة الشمسية يمكنها أن يكمل أحدهم الآخر ولكن لا يمكن استغناء في الوقت الرهن عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز وبالتالي لا ندعو البلدان الأوروبية للعودة لاستخدام الفحم الحجري ونحن ندعو للعودة لاستخدام الغاز وليس الفحم لأن دعونا نراهن على الغاز عندما تصدر روسيا الغاز إلى أوروبا يمكن البلدان أوروبا بالتدريج زيادة حصة من مصادر الطاقة المتجددة أي خليط بين وتنويع مصادر الطاقة التي يمكن أن يستمر لعشرات السنين ولكن إذا ما رهنت أوروبا على الفحم الحجري فلن تفلح في هذه المهمة ويمكن لها أن أبتلي فإن أصوات الناخبين الأوروبيين قد لا تعجب القادة السياسيين الأوروبيين عندما يكتشف الناخب الأوروبي أن الفقر زاد وارتفعت أسعار البضاء والمنتجات وزاد التضخم بشكل متشارع نعم أشكر ضيوفنا ونذهب الآن مشهيدنا العزاء لفاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من نقاش الرابط لليلة أهلا بالجميع من جديد ارتفعت مؤخرا وطيرة تفعيل خطط الطوارئ لدى الدول الأوروبية بعد تراجع امدادات الغاز من روسيا فكيف تسعد هذه الدول لمواجهة أزبط الطاقة بعد نحو أسبوع من اطلاق روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا ذهب الدول أوروبا وفي مقدمتهم ألمانيا نحو تفعيل المستوى الأول من خطة الطوارئ لمواجهة نقص امدادات الغاز الروسي لتشمل الخطة رقابة صارمة على تدفقات الغاز والتركيز على ملء الخزانات بعد أقل من ثلاثة أشهر أعلنت برلين عزمها اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين امدادات الغاز بعد تخفيض روسيا حجم تضفقه عبر خط نوردستريم واحد لتقر زيادة استخدام الفحم الحجري من أجل تأمين الكهرباء لتقنين استهلاك الغاز بعد يوم ذهبت وكالة الطاقة الدنماركية إلى تفعيل الخطوة الأولى من خطة امداد الغاز الطارئ المكونة من ثلاثة مراحل وهو ما يعني فعليا مراقبة أكثر صرامة للسوق مع حث المستهلكين والشركات على خفض الاستهلاك في اليوم نفسه أعلنت الحكومتان النمساوية والهولندية عزمهما إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري كإجراء احترازي ضمن خطة طوارئ تشمل تقنين الغاز وإعادة ملء خزاناته استعدادا لموسم الشتاء وكونها في سوق غاز مشترك مع الدنمارك حذرت السويد حذو جيرانها وأطلقت في الثاني والعشرين من يونيو أول انذار بشأن امداداتها من الغاز نتيجة ما أسمته بالوضع الخطير مشيرة إلى أن مخزون الغاز ممتلئ بنسبة 75% ونتيجة لانقطاعات محتملة لكامل امدادات الغاز الروسية أعلنت برلين بعد يوم رفع مستوى التأهب للدراجة الثانية من خطة الطوارئ مشيرة إلى وجود أسمة غاز وأنه في حال الوصول للمرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة فإنها ستقبل على تنظيم التقنين أبدأ معك من جديد سيد أندرياس لأسأل عن الحلول السياسية هل هي خلاص جماعي لمجموعة السبع الكبار أم كل دولة مطلوب منها ووضع خطتها للطوارئ كما تابعنا في التقرير ألمانيا مثلا حتى صناعاتها مهددة صحيح كل دولة سيتوجب عليها أن تصييخ خطة الطوارئ الخاصة بها لسبب بسيط وهو أن وضع الطاقة في كل دولة يختلف عن الأخرى ولكن من المفيد أن تكون هناك بعض الأمور المشتركة والحلول الجماعية ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنها بعد النقاشات ما زالت على طاولة أما بالنسبة القطاعات المهددة نعم هناك تحدي بالتأكيد والصناعات الألمانية الآن ترشد استخدام الطاقة بشكل كبير وبعض الخطوات تم اتخاذها بالفعل من قبل الشركات بشكل إفرادي وإن توجب علينا خفض استخدام الغاز أكثر فسيزداد الوضع صعوبة حتى الآن ما زال هناك تفاؤل وما زلنا نعتقد أننا قادرين على احتواء أزمة الطاقة وحماية القطاعات ولكن نعم ستزيد التعقيدات لدينا غاز من مصادر أخرى طبعا ولكن إن تم خفض الغاز الروسي مزيدا فسوف نعلن عن المستوى الثالث من خطة الطوارئ لم نصل إلى ذلك ولكن الاحتمال وارد نعم إلى لندن لأسألة ضيفنا من هناك أيضا حلول الداخلية أو خطة الطوارئ هذه ما مدى فعاليتها أولا وداي ممتها تبقى حلول مؤقتة أيضا على المستوى الدولي هل يمكن أن يضغط السبع الكبار على حلفائهم في أوبيك مثلا بضخ المزيد من النفط كما يرجح تقرير سيانان مثل هذا الخيار صحيح أعتقد أنه حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كانت أوروبا تواجه أزمة الطاقة والولايات المتحدة مع أوروبا تحاول اللجوء إلى قطر وأستراليا وكندا وأي دولة قادرة على توفير الغاز والنفط المطلوب لسد الحاجة الأوروبية ولكن ماذا حدث في 24 من فبراير غزة روسيا أوكرانيا ووضعت الأسواق في وضع أدى إلى إعادة الحسابات المستقبلية خاصة مع روسيا طبعا فبجانب الاحتياط من الغاز لا أعتقد أن روسيا تنتج أشياء أخرى تفيد أوروبا التداول والتجارة بين أوروبا وروسيا محدود فلا أعتقد أنه أساسي لتطور ونمو أوروبا وبالتالي تضخم الآن مرتفع ولكنني أنا واثق من نجاح أوروبا على المدى الطويل وواثق من فاشل روسيا على المدى الطويل والمملكة المتحدة وأوروبا سويا بجانب حلفائهم سيجدون موردين آخرين لأن الطلب في أوروبا سيزداد خلال السنوات القادمة وستكون هناك مساحة أكبر للتفاوض على عقود تنوع من مزيج الطاقة وتنوع من الموردين نعم إلى موسكو الآن نستشرف دائما ردود الفعل الروسية عما يجري سيد سانيسلاف وهذه الحلول الدولية التي بات الحديث عنها جهرا لا سرا أن تضغط مجموعة السبع لحلفائها في أوبك من أجل مزيد ضخ النفط سدا للفراغ الذي سيتركه النفط الروسي والغاز بسبب العقوبات موسكو تربطها اتفاقات كبرى ومهمة إطار أوبك بلاس مع منظمة أوبك رغم أن الاتفاق ينتهي خلال أشهر قليلة هل سعي موسكو لمزيد التنسيق مع دول أوبك حتى لا تخضيلها وتغرق السوق بما يحل المشكلة ربما ويفقد النفط الروسي قيمته نعم صحيح أن إطار أوبك بلاس هو إطار مهم جدا ومساهم بشكل أساسي في سوق الطاقة العالمية وبالتالي أعتقد أن روسيا عندما ستنتهي صلاحية الاتفاقية التي توقعتها روسيا مع منظمة أوبك بلاس لابد أن سيتم توقيع اتفاقية أخرى تقوم على المبادئ والتفاهمات بين روسيا والمملكة العربية السعودية وستكون اتفاقية مجددة وإذا مخدنا بعين الاعتبار أن البلدان الغربية وقادة الغرب يحاولون منذ أشهر الضغط على أعضاء منظمة أوبك من أجل مضاعفة وزيادة حجم إنتاجها من الموارد الطاقة النفط والغاز لكن كما رأينا البلدان أوبك لم تمشي مع هذه الضغطات وبقيت على موقعها وحافظت على نفس حصتها من الإنتاج وأيضا هناك قبل بضعة أشهر قام الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والرئيس الجزائري أجروا مكالمة الهاتفية وتمت زيارة لوزير خارجية الروسي إلى الجزائر ولذلك أقول لكم أن الجزائر لا تصغي لما يمليه أو يقول لها الغرب وإنما تنصدق أيضا مع روسيا في مجال السوق الطاقة السوق الغاز العالمي أيضا هناك اتفاقيات دولية ومن بينها اتفاقيات مع بلدان آسيا حول تصدير منتجات كثيرة يحتاجها العالم مثل التيتان والألومنيوم وكذلك السماد الأمونيا والبلاد والنيكل والنحاس وكثير من العناصر والمنتجات التي تنتجها روسيا وبحاجة يحتاجها العالم لتصنيع معدات وأجهزة وآلات وبالتالي لا يمكن صناعة سيارة جديدة بدون الألمنيوم مثلا أو البلاد أو التيتانيوم كل هذا روسيا تورده إلى العالم وبالتالي هناك وهناك أيضا إضافة لذلك أزمة في غذائية عالمية وبدون السماد التي تصدره روسيا لا يمكن انتج مزيد من المحاصير وانقاض الموسم الحصاد في بلدان أخرى هناك أطر أخرى دولية تناقش في هذه المسائل وكيف وإلى أين يتم تصدير المنتجات الروسية ندب إلى فاصل أخير هذه المرة نعود بعد للمسائل النقاش أهلا بالجميع مجددا سيدة أندرياس رينيك لابد أن نقلب كل السيناريوات الممكنة ماذا لو لم يتفق زعماء مجموعة السبع باجتماعهم الوشيق في ألمانيا على هذا السيناريو المؤقت والذهاب إلى الفحم والطاقة النووية هل ثمت أمور أخرى مطروحة على الطاولة أم أن الخيارات تضيق وهذا هو الخيار الوحيد وسيكون خيار الضرورة ليس أكثر بادئا أقول أنهم قد يقترحون عدم استخدام الفحم ولكن مع وجود بداء الأخرى بتأكيد أما بالنسبة لهذه البدائل فهي الطاقة النووية لم نتحدث عن فرنسا فرنسا لديها مشكلات أقل مع انبعاثات الكربون لسبب أنهم يستخدمون الطاقة النووية تقريبا بشكل حصري بدون الاعتماد على أي مصادر طاقة أخرى وبتسالي هناك نقاشات في ألمانيا الآن كما ذكرت سلفان العديد والعديد من النقاشات والهدف هو الحفاظ على محطات الطاقة النووية الثلاثة التي كان من المفترض أن ينتهي عملها بنهاية هذا العام ولكن الاقتراح لأن تبقى عاملة لعام أو عامين قادمين هذا هو البديل بديل الفحم هو ليس بديلا كاملا لأن هناك تعقيدات كما نعرف بشأن الطاقة النووية أكثر من تعقيدات الفحم وهو أسهل على المدى القصير طبعا ولكن هو بديل على الطاولة ولا نعرف إلى أين سنصل بهذه النقاشات دعم سيد كليزمان لم نتحدث كثير عن خيار الطاقة النووية وهو الأكثر تعقيدا فرنسا متقدمة في هذا المجال على عكس ألمانيا ربما ماذا عن قدرات بريطانيا في هذا الباب وهل هو مطروح بقوة من الفحم مرجح أكثر نظرا لسؤولة كخيار ثمت بعض الحقائق التي علينا أن نتفهمها بشأن الطاقة النووية أولا الوقت الذي يستغرقه تأسيس محط الطاقة النووية وقت طويل للغاية وحتى وإن توقفنا هناك ونظرنا إلى المشكلات الطارئة في سوق الطاقة لا أرى كيف من الممكن أن تكون الطاقة النووية جسرا يوصلنا إلى حل الأزمة وبالتالي في المملكة المتحدة عندما يناقشون الطاقة النووية كمصدر من مصادر مزيج الطاقة المتنوع فهم يناقشونه على المدى الطويل لأنه يستغرق وقتا ولا هو ليس جسرا يوصلنا مباشرة إلى حل للأزمة الآن هذا هو رأيي بشأن الطاقة النووية وأضيف إلى ذلك أنه منذ السبعينيات المملكة المتحدة قد فككت القاعدة التصنيعية بالمملكة المتحدة ولذلك أي موالد نحتاجها يتم تعهيدها من الخارج وهي مستورد خالص ولا تصدر أي شيء من ذلك ولذلك فهو ليس حلا لطلب الطاقة الآن أبدا جيد أختم معك سيد متراخوفيتش بإجاز هل لهذا الاتفاق المنتظر في ألمانيا اجتماع مجموعة السبع الكبار أي تأثير على مجرية الحرب على الأرض أم أن موسكو ماضية في طريقها والحسم العسكري برغم العقوبات وتجديدها من يوم لآخر ومن ملتقى دولي لآخر لا 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 أعتقد أن قرارات قمة مجموعة السبع الكبرى سوف تؤثر على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لأن القوات والجيش الروسي يمتلك قدرات عسكرية أكبر بكثير من تلك التي يمتلكها الجيش الأوكراني على الرغم من الأستحالة وردها الغرب إلى أوكرانيا وبالتالي فإن السياسة الغذبية أظهرت اليوم أن سياستها بشأن الطاقة غير مستقرة وكذلك سياستهم بإيجاد دعم العسكري أيضا غير مستقر وبالتالي لا دعوا للقلق من شأن إمكانية أن الغرب يمكن أن يهدد روسيا قد هدد روسيا مرارا وتكرارا ولكن في المحصلة لم يؤثر ذلك على روسيا واليوم كما قال الغرب أن روسيا سوف تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا ولكن هذا لم يحصل أشكر جميع ضيوب في ختام حلقة اليوم من موسكو لابدان أشكر السيد سانيزلا الخبير الاقتصادي في صندوق القومي لأمن الطاقة الروسي أشكر أيضا من لندن السيد كليزمان موراتي الخبير الاقتصادي مدير ومعساس باريتو للأبحاث الاقتصادية أختم بالشكر للسيد أندرياس رينيك ديبلوماسي الألمانية السابق مدير معها دراسات الشرق في برلين لكم جميع عن كل الشكر قبل الختام نصارس علي حلقة الرابط لليوم كيف ستقوض أزمة الطاقة الأهداف المناخية عالميا وتحد من تحقيقها وهل من حلول سياسية قد تساعد الغرب على تخفيف تدعيات الحرب بعد الاستفادة في القول ونقاش خلوص ضيوفنا إلى التالي الاعتماد على الفحم لن يقوض الأهداف المناخية التي تسعى إليها مجموعة السابع لأن استخدام الفحم سيكون لفترة وجيزة والطاقة المتجددة على المدى البعيد على مجموعة السابع تواصل الضغط على خلفائها في الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك ضمن منظمة أوبيك من أجل رفع إنتاج النفط وسد الحاجة الأوروبية مقابل إعادة النظر في العلاقات بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية لحلقة الرابط لليوم غدا يوم آخر ورابط جديد إلى اللقاء